في الامارات يا سيدي موضوع الربيع العربي دفع حكومة الامارات ومحمد بن زايد تحديدا الى التفكير في الهجوم وليس انتظار ان ربيع العربي يكون عنده انهم عندهش حاجة لحدد قليل ويقدر يعبيه كلهم بما فيهو شيوخ وولاده واخواته قتالهم قالك الهجوم هو انك تروح على دولة كبيرة تصنع لك فيها عميل او مجموعة عملة وده الكلام اللي ذكرته النيويوركر في التقرير اللي نشرناه هنا عشرات المرات واللي ذكره بين ديفيد كيرك باتريك في التقرير بتاعه بين ايدي الجنود وذكرناه برضو هنا وفي مقالاته العديدة حقيقة ان الدخول الى البلاد بجيوش اصبح موضة قديمة السين سيطرت على بعض البلاد في جنوب شرع اسيا وبتسيطر في افريقيا بدون ان تطلق رصاص الغشم الامريكي خلال فترات من الفين وانت جاي كان غشم واضح انه يخش بالقوة ويبهدل الدنيا والحقيقة ان الامريكان دخلوا ودمروا الدول برعايد حكام العرب حدش يقولك العراق وصلت لليا فيه بسبب الربيع العربي قوله اخرس لانه العراق تم غزوها الفين وثلاثة بدعم مباشر من السعودية والكويت والدول العربية وحاكم مصر انا ذاك المخلوح حسن مبارك ايه اللي قال لبوش الابن ايوا ده انا عارف ان عمده كيماوي روح له هو اعلن كده بوش فاحنا ما نتكلمش في الحكاية دي تاني ايه وحد دي بيعلك الوهم ده والحكام العرب هم الذين صمتوا وسكتوا عن سرقة اهل الاسد لكل سروات سوريا كما تسرق الحكومات العربية سروات شعوبها خلاص يعني هو ايه الميزة اللي احنا فيه رغم الكبد والكمد اللي احنا فيه ده انه الحقائق بدأت تبعا فحصل انه الامراض قرر محمد بن زايد فيه تصريح شاهية له سانفخ سرواتي حتى اواجه الثورة او التغيير او الربيع العربي مستعد فراح اشكله سيسي ومعه الرجالة نرجع تاني وطالب سيادة المخرج والزمله يحطوا المقال بتاع الراجل اللي كتبوا في النيوركر واللي دايما بنعرضه وبنستشد ديه لانه ده مقال الساي يعني راح كتب مقالة تحليلية مستندة الى شهود ومصادر ايه اللي بيحصل داخلت الامارات ازاي مش حاوز اقولك عالتمهيد الاعلامي نمرة واحد احتضنت مجموعة من رعاع الاعلاميين رعاع الجربوع والنايم والميت والمقتول كله عنده مشكلة مع الاسلام ازا عبر رحيم علي ازا عمار علي حسن ازا خالد منتصر ازا اه مصطفى بكري اه اه كله راح زار احمد موسى راح زار بعد الثورة وفي 2012 بدأت الملامح تتضح بعد فوز السيد الرئيس الشهيد محمد مرسي فبداية تم عمل تمهيد اعلامي ايوا قافلة اعلامية ووزع جوائز وهات للمحامل مختار نوح والتاني الزلنطاحي ده اسمه ايه اللي ظهر واختفى ده اسمه ايه اللي كتب عن الاخوان اسمه كان برضو محامل في الاخوان كان اسمه ايه الخرباوي ودي له جايزة وهات شيخ الازهر وهات الكنيسة ده الاعداد لما تيجي تعمل غزو انت بتعمل ايه الغزو الامريكي 2003 كان له تمهيد اعلامي جبار تم الاستعانة بشركة علاقات عامة سويسرية وامريكية في المنطقة العربية وجاءت واتفقت مع كتاب صحفيين عرب اردنيين مصريين كويتيين يظهروا في كافة وسائل الاهلاف يعني حافظهم بالازم والشركة عرفها وانا التقيت برئيسة هذه الشركة بعدين في 2007 يعني مش اقول لك حاجة عملوا ايه تمهيد اعلامي خللنا اصوات خل الرجالة بتاعتنا جوا وهذا ما يجري منذ سنوات داخل السعودية ومنذ سنوات اقل داخل الكويت تم ايدا لغزو هاتين الدولتين اتكلم كلام واضح وبالتالي تملك الامارات ايه تملك فلوس وتملك المعلومات الامنية التي جمعتها عن مصر وعن الاخوان تحديدا نبدأ نشتغل بقى نبدأ بالغزو ايه اللي يساعد اي جنرال جاهل متخلف كان بيحلم في يوم الام ان هو يركب عربية نظيفة صح؟ ان انا ادي له فلوس مش عمله هو لذلك سيزي ولك احنا ما اخناش احنا ما اخناش اعملت اعملت ايه؟ احد اديك شهاده هو فيه حد بياخد شهاد الخان يعني انت بترسشغل عنده واحد بقول لك تعال يا دي الخان هنا ما اديك خد نهاية الخدمة؟ لا هو ده اللي حصل بالزبط التمهيد مش كده تعال انت محتاج مساعدات طيب استنى كده اديك مساعدات اديك مساعدات اديك مساعدات اه اديك في سنة 2013 اتفاقية لدعم البرنامج التنمول لمصر ايه؟ اتناشر مليار مساعدات الامارات الى مصر فيه ثلاث سنوات اللهم ايه؟ 13 و 14 و 15 وديعة وديعة دعم منحة وديعة وديعة كل دي وجيعة 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 بيديك ليه يعني؟ فرحبك اه يعني؟ طب مداش الامن منك ليه يعني الرئيس المنتخل؟ لا هو بيدي من يخدم مصالحه وبعدين عارف هو بيدي فين؟ وبيضرف انا حتة مليار وديعة مليار وديعة 2 مليار وديعة 2 مليار وديعة ادي تلاتا تلاتا! و2 خمسة وواحد ستا! سبعة ومليار جدعانة! ومثين مليون جدعانة! ونص مليار جدعانة! ولا 4 واحد ديار واحد لا DC من 10 بقى منحة ايه بقى دا بيعمل ايه؟ ده الكلام اللي نشرنا ده يا جماعة بتاع الامارات يعني مش احنا اللي عاملينه. يعني حتنا بجلاجر. خدت اتناشر مليار واثنين من عشر. في الحد خمستاشر. ايه اللي اتغير في مصر? الدولار ارتفع سعره صح ولا لا? سابولي. الديون زاد. ما كلامك عن عامل فوق خمستاشر. الديون زادت. الفقر زاد. هو ملوش دعو. فلوس الوديعة دي لما يحب يركعك بيها يونك اتعابة. لو سحب ودائعه الان من البنوك. هيطلع الدولار الى ما شاء الله. وبعدين قال لك انت مزنوق هديك نفط. خد النفط بلاش. تمنحه مصر نفطا بواحد وستة من عشرة مليار. راح فين? راح لمحطات وطنية. بعيته للمواطنين. دخل في جيوب الجيش. يما بيشتري شعب ولا بيشتري الوقات?